قال وزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير إن المملكة تريد فرض عقوبة على إيران لأنها تدعم الإرهاب في المنطقة الجبير في مقابلة مع قناة سي أن بي سي أكد أن الصاروخ الذي أطلق على مطار الملك خالد في العاصمة الرياضي يوم السبت الماضي كان إيراني الصنع ومشابه لصاروخ أطلق على مدينة ينبع في تموز الماضي وذكر الجبير أن الصاروخ هرب إلى اليمن وجمع بوسطة خبراء في الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني مضيفا أن هؤلاء الخبراء هم من نسقوا الهجوم على المملكة عادا ذلك بمثابة إعلان حرب